قال له وبعدين بيقال ان انتي اللي نطرتي من الصور واكتحمتي قلت له انا هكتحم الصور باللبس اللي انت شايتني دي ازاي انا وامي انا وامي حنيجي نكتحم مش كده؟ طيب طب ايه ده؟ هو قال اقواله بقى هو قال ان انتي ضربتي بازازة في وشه ويعني هو قال ان انتي اعتدتي عليه يعني شاهد ماذا فعل عاد الامام مع علا غانم بحضور نقيب الممثلين اشرف زكي اشرف زكي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لعلا غانم السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس مساكم الله بالخير عندنا سحب على 100 جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناة كورا شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وباذن الله كمان شهر سيكون السحب على 100 ايفون برو ماكس شاهد ماذا فعل عاد الامام مع علا غانم بحضور نقيب الممثلين اشرف زكي اكد الفنان ونقيب المهن للتمثلية اشرف زكي انه على تواصل دائم مع الفنان علا غانم بعد تعرضها لازمة مع زوجها مؤخرا تطورت لدخولها المستشفى وخلال لقائه مع برنامج اي تي بالعربي نفى اشرف زكي الاقابل التي تتردد حول تأخر النقابة في التواصل مع علا غانم مشيرا الى انه ليس كل شيء يحدث لا بد من اعلانه وانه تواصل معها وزارها في المستشفى واشار الزكي الى ان تدخل النقابة لا بد وان يكون بحدود ومن ناحية اخرى قال ان الفنان علا غانم كانت تعانم ارتجاج في المخ عندما زارها في المستشفى ومؤخرا خضعت علا غانم لعملية جراحية وتركيب شريحة في اصبع يديها اليسرى ونقلت علا غانم الى المستشفى بعد ان اعلنت ابنتها اصابتها بارتجاج في المخ واسرت ابنتها لموقع في الفن رسالة امس جاء بها اهلا ان ابنت علا غانم ماما حليا في المستشفى تعاني مرتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلية لن تكون قادر على حضر اي عروض خلال الفترة المقبلة اشرف زكي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لعلا غانم كشف الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان علا غانم عقب دخول احدى المستشفى لتلقي العلاج بعد معاناتها من ارتجاج في المخ واشار الفنان اشرف زكي الى انه لم يتأخر في التدخل والتواصل مع الفنان علا غانم منوه لإيتي بالعربي بانه تم التواصل مع حوزرها في المستشفى التي تمكث فيها وتطلق العلاج وتابع اتواصل مع حوزة منذ اول لحظة وليس شرطا ان اعلن عن هذا الامر وليس كل شيء نقوم به سنعلنه لكننا نتابع مع حوزة بلحظة واكد زكي لا نترك فنانا في اي محنة لكن لنا حدود في التدخل ومش كل حق سنتدخل فيها بقوة واضاف ان علا كانت تعالي من بعض المشكلات منها ارتجاج في المخ وكسور في احد الضلوع موجه رسالة لها قائلنا نتمنى لها السلام والازمة تمر بسلام وهي اخت وفنانة وصديقة غالية وعلينا ان نشاطرها بالمحنة ارتجاج في المخ اشرف زكي يكشف تطور عن حالة علا غانم كشف الدكتور اشرف زكي ناقب المهنة التمثلية تفاصيل زيارته للفنانة علا غانم في المستشفى وقال اشرف زكي في تصريح خاص لصد البلد علا غانم تحسنت حالتها وزرتها اليوم ولم يتم تحديد موعد خروجها وخرجت الفنانة علا غانم من غرفة عملية العظام باحد المستشفى الخاصة بعد خضوعها لعملية شراحية وتركيب شريحة في اصبع يدها اليسرى وتعاني علا غانم ايضا من ارتجاج في المخ وشرخ في الضلع السادس من القفص الصدرية جرى تعرضها لاعتداء اثرى نشوب خلافات زوجية حسب قولها احدث الظهور للفنانة علا غانم في المستشفى مصابة بالتجاج في المخ تواصل جهة التحقيق في الجيزة تحقيقاتها بشان تبادل الفنانة علا غانم وزوجها رجل الاعمال عبدالعزيز الحسن لاتهمات بتعديهما على بعضهما البعض والاستعانة بعناصر خارج عن القانون اذ تكثف المباحث من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة عقب قرار النيابة العامة باخلاء السبيل الطرفي الواقعة علا غانم قالت قبل دخولها للمستشفى اليوم السابت انها حضرت من الولايات المتحدة الامريكية للقاهرة بعد خلاف مع زوجها اذ اقامت ضده دعوة خلع ضده فحضر الى مسكنها في منطقة المريوطية واستعانى بخارجين عن القانون للتعدي عليها أمها العجوزة وعددا من العاملين لديها اشرف زكي ناقب المهنة التمثلية زار علا غانم في المستشفى وعد ايها بمساندة النقابة وتقديم لها الدعم والمساندة القانونية اللازمة حيث تعاني الفنانة شهيدة من ارتجاه في المخ بجانب شرخ انفضل عسادسي من القفص الصدري كما اجرت عملية جراحية عاجلة صباح اليوم في اصبع اليد اليسرى جراء الاعتداء الذي تعرضت له على يد زوجها بمعاونة اخرين بالصورة علا غانم بالمستشفى تعاني ارتجاجا بالمخ ونزيفا داخليا ما زالت تتواجد الفنانة علا غانم في المستشفى بعد خضوعها اليوم لعملية جراحية وتركيب شريحة في اصبع يدها اليسرى ونقلت علا غانم امس الى المستشفى بعد ان اعلنت ابنتها اصابتها بارتجاج في المخ ورسلت ابنتها لموقع في الفن دوت كوم رسالة امس جاء بها اهلا انا ابنته علا غانم ماما حاليا في المستشفى تعاني من ارتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي لن تكون قادرة على حضور اي عروض خلال الفترة المقبلة واثرت الفنانة علا غانم جدلا كبيرا بعدما كشفت عن ازمة تمر بها مع زوجها بدأت القصة ظهر الاثنين السادس من فبراير بمنشور عبر حسابها على انستجرام تستغيث فيه وتقول انها تعارضت لعنف وقهر وطردت من منزلها ثم بعدها اوضحت في تصريحات صحفية ان زوجها سرق هاتفها المحمول وخواتم من يديها ويد والدتها واخرجهما من منزلها بملابس النوم والروب في منتصف الليلة وعلى غانم لديها مشكلة كبيرة مع زوجها منذ فترة طويلة حتى انها رفعت قضية خلع لكن بسبب سفريها وتواجدها لفترة في امريكا لم تنتهي من هذه القضية ازمة الفنانة المصرية علا غانم تتفعل ونقلها للمستشفى بارتجاج بالمخ دخلت ازمة الفنانة المصرية علا غانم منحنى جديد من الاحداث بعد الاعتداء عليها بالضرب ونقلها الى المستشفى مساء امسا وصرح نقب المهنة التمثلية المصرية الفنان اشرف زكي لوسيل علام مصرية باخر تدورات الحالة الصحية لغانم بعد دخول المستشفى خلال الساعة الماضية وقال زكي ان الاطباب المستشفى اخبروه بان غانم اديها ارتجاجا في المخ وتعاني من كسر في الدلع الثالثة تم نقل الفنانة المصرية الى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة حيث قالت ابنتها انها توجد في المستشفى وتعاني من ارتجاجهم في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلية واستغاثت علام منذ اسبوع عبر حسابها الرسمية على انستجرام لانقاذها بينما اوضحت لاحقا ان زوجها التي تقادرها بقضية خلع ما زالت هنا القضاء المصرية وهو من يقف وراء ما تعرضت له ورفضت علاغان في تصريحات سابقة للشرق الاوسط التعقيب على اتهمات كان قد وجهها زوجها عبدالعزيز لبيب لها تشير الاعتداء عليه بصحبة وريدتها وكذلك اتهامه لها بطاعتيها وابنتها الكبرى مواد مخدرة وقالت ان القضية رومتها امام النياب المصريين والان عزاء المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو السبب ضرب الفنان على غانم لا تنسوا ان تشاركونا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرسة لكي يصلكم كل جديد اولا باولا وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة